بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن القرآن الكريم هو الميثاق الأعظم وهو الخطاب الإلهي الأفهم جعله الله عز وجل حبلا ممدودا بين السماء والأرض فمن أراد منا أن يكون موصولا بالله عز وجل موصوفا بالفهم عنه سبحانه وتعالى فليقبل على القرآن الكريم تلاوة وفهما وتطبيقا والأصل في القرآن هو التأمل والتدبر بمعنى أن نقف مع آيات ربنا سبحانه وتعالى ونستخرج الأوامر والنواهي ونحولها إلى واقع عملي يقول ربنا سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم هذه الآية المنيرة التي تبرز لنا مقام المراقبة فالمراقبة في أدق معنيها أن تعلم أن الله يعلم أن تعلم أن الله يرى أن تعلم أن الله يسمع أن تعلم أن الله معك على أي حال كنت هل الله عز وجل مطلع عليك؟ ما هو دليلك على أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك؟ الذي يتأمل الآيات القرآنية يدرك أن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا طارة أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأخبرنا طارة أخرى أنه يعلم ما في الضمائر والسرائر وأنه يعلم السر وأخفى وأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر فالحق سبحانه وتعالى يحيط بكل شيء علما من هنا نقول المعنى الدقيق العميق المنير للمراقبة أن تعلم أن الله يعلم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم وكان الله على كل شيء رقيبا وهو معكم أينما كنتم إذا استدعى الإنسان منا هذه القيمة بهذا المعنى إن ضبط في تصرفه إن ضبط في قوله إن ضبط في فعله إن ضبط في سلوكه إن ضبط في تعبيره بل أقول إن ضبط في تفكيره لأنه هنا سيستدعي مع وجود الفكرة في الذهن سيستدعي الحق سبحانه وتعالى سيجعل الله حاضرا في هذه الخاطرة لا يجعل شيئا بينه وبين الله يصده فإذا استدعى الإنسان منا الحق سبحانه وتعالى في خاطره مع ورود الفكرة من بدايتها هذا معناه أن هذه الفكرة التي ستترجم إلى عمل سوف تكون صانعة لكل خير ولكل صلاح المراقبة تؤسس لقيمة الإتقان والإتقان هو سبيل الارتقاء نسمع كلام الحق سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء ونسمع قوله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه ونسمع كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء لعل المشاهد الكريم الآن لاحظ هذا التكرار صنع الله الذي أتقن كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه إن الله كتب الإحسان على كل شيء ما هو السر في هذا التكرار؟ هناك ملمح لطيف وملمح المنير وهو أن المقصود هنا أن الإنسان تأبى همته الشريفة أن تدخل على عمل وتقوم بأدائه أداء رتيبة بل تدخل على عمل وتحاول أن تحسن في أداء هذا العمل هذا هو قيمة الإتقان التي الأصل فيها قيمة المراقبة فعلينا أن نهتدي بهذه الصفة التي تجعل منا ارتقاء في كل عمل وفي كل تصرف المراقبة تجعل الإنسان منا دائما في كل تصرف له يستدعي وجود الحق سبحانه وتعالى المراقبة هي سبيل النجاة من النار سيدنا أبو ذر يجلس إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ما الذي ينجي العبد من النار؟ قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله قال يا رسول الله مع الإيمان عمل قال صلى الله عليه وسلم أن تعطي مما أعطاك الله ولا نريد أن نختزل مفهوم العطاء في عطاء المال قد يكون العطاء عطاء مال قد يكون العطاء عطاء علم قد يكون العطاء عطاء خلق وهكذا قال أرأيت يا رسول الله إن كان لا يستطيع أن يعطي قال صلى الله عليه وسلم أن تعين ضعيفا أعطاك الله طاقات وقدرات لم توجد عند غيرك حاول أن تستسمرها في أعانة من حرم منها قال يا رسول الله أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يفعل ذلك قال صلى الله عليه وسلم أن تعين مظلوما قال يا رسول الله أرأيت إن كان لا يستطيع أن يحسن صنع ذلك قال صلى الله عليه وسلم أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر قال يا رسول الله أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يفعل ذلك هنا نظر النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما إلى سيدنا أبي ذر وقال له يا أبا ذر أما تريد أن تترك لصاحبك من خير لا يستطيع أن يكون صاحب عطاء وبذل وسخاء لا يستطيع أن يعين ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما لا يستطيع حتى أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر فقال صلى الله عليه وسلم له فليمسك أذاه عن الناس فليمسك شره عن الناس قال يا رسول الله من فعل خصلة من هذه ماذا يكون له قال من فعل خصلة من هذه الخصال أتت يوم القيامة وهي تمسك بيده حتى تدخله الجنة صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فالمراقبة أصل أصيل في النجاة من النار وأصل أصيل في الإمساك عن الشر والفساد والقبح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قيمة المراقبة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم